أهلا بكم عنوان ما قال اليوم هو North Korea Fires Suspected Submarine Launched Missile In the Waters of Japan Missile تأني صاروخ وتنتقوا missile أو missile 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 صاروخ إذن فكوريا الشمالية North Korea تطلق صاروخا Fires a missile من المشتبه أنه أطلق من غواصة Suspected Submarine Launched يعني محتمل أنه أطلق من غواصة Suspected Submarine Launched Missile قبالة مياه اليابان Into Waters of Japan قبالة اليابان Waters المياه المقصود بها بحار اليابان North Korea has fired a suspected Submarine Launched Ballistic Missile In the Waters of the Coast of Japan North Korea's military has said قال جيش كوريا الشمالية Military Military الجيش has said قال بأنه أطلق صاروخا باليستيا قبلة ساحل اليابان ساحل اليابان الساحل بيونج يونج أنفع المسل في جانيوري بيونج يونج كشفت بيونج يونج عن الساروخ شهر يناير ووصفت بأنه أقوى السلاح في العالم Anveiled كشفت عن Anveiled وهذه الكلمة جاءت من Veil التي تعني الحجاب أو يحجب أو الغطاء أو يغطي وبإضافة البادئة An Prefix An حولت إلى النقض يكشف Anveil يكشف و Veil يغطي غطاء حجاب Anveiled the missile in January describing it ووصفت describe يصف بأنه أقوى The most powerful الأقوى Powerful يعني قوي جاءت من كلمة Power القوة سلطة Powerful قوي أو ذو سلطة Weapon السلاح It comes weeks after South Korea unveiled a similar weapon of its own وجاء هذا الكشف يعني It comes جاء weeks after بعد أسابيع من كشف شمال أو من كشف كوريا الجنوبية لسلاح مشابه After South Korea unveiled a similar weapon of its own of its own يعني خاصتها الخاص بكوريا الجنوبية North Korea has carried out a flurry of missile tests in recent weeks including of what it said were hypersonic and long range weapons وأجرت وأجرت كوريا الشمالية مجموعة أو سلسلة من الاختبارات الساروخية في الأسابيع الأخيرة A flurry of missile tests A flurry of missile tests يعني موجة من التجارب سلسلة من التجارب مجموعة من التجارب A flurry of carried out نفذت carried out including of what it said بما فيها يعني هذه التجارب ما قالت بأنه أسلحة تفوق سرعة الصوت أو أسلحة المدى البعيد أسلحة تفوق سرعة وصرعة الصوت hypersonic hypersonic and long range يعني بعيدة المدى long range weapons hypersonic جاءت من مقطعين hyper البديئة hyper التي تعني فوق وصونيك التي تعني صوتي يعني فوق صوتي بعض هذه تجاربات تخريبات الإنسان الإنسان العقوبات تخريبات العقوبات الدولية من تجاربات باليستيق ميسل وكما نيوكلير ويبنز بعض هذه الاختبارات تخرق العقوبات الدولية الصارمة strict صارم international sanctions عقوبات دولية البلد the country تحضر عليه الأمم المتحدة يعني هو محضور من طرف الولايات المتحدة من تجريب الصواريخ الباليستية بالإضافة للأسلحة النووية يعني هو ممنوع من ذلك كلمة prohibited تعني ممنوع من محضور من يحضر عليه to prohibit يمنع يحضر prohibit by the United Nations من طرف الأمم المتحدة from testing ballistic missiles ballistic missiles الصواريخ الباليستية as well as nuclear weapons بالإضافة لكذلك as well as nuclear weapons الأسلحة النووية تعتبرها أكثر تهديدا من سواريخ cruise to be more threatening than cruise missiles threatening threatening مهدد جاءت من threaten يهدد لأنها تستطيع حمل دخائر أو متفجرات أقوى they can carry carry يحمل they can carry more powerful payload payload تعني رأس حربي رأس متفجر دخير صواريخ متفجر المعنى العام لهذه الكلمة هي حمولة payload ولأنها كذلك لديها مدى أطول have a longer range have a longer range range المدى ولأنها تستطيع الطيران بسرعة أكبر and can fly faster كلمة fast تنتق في الأمريكا بfast وفي بريطانيا fast 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 إذن فالنطقين صحيح كليهما صحيح and can fly and can fly faster الجنوبية يوم الثلتاء Tuesday بأن أحد الصواريخ أو صاروخا one missile تم إطلاقه من ميناء سينبو one missile had been launched from the port of سينبو port الميناء launch يطلق launch يعني أطلق in the east of north korea في شماء في شرق كوريا الشمالية where pyongyang usually bases its submarines حيث تضع كوريا الشمالية عادة غواصاتها submarines submarines غواصات هذه الكلمة جاءت من شقين sub التي تعني تحت marine كل ما له علاقة بالبحر بحري يعني تحت بحري هذا هو التعريف الحرفي لهذه الكلمة submarine غواصة it landed in the east sea ووقع في البحر الشرقي والذي يعرف كذلك ببحر اليابان it landed in the east sea also known as the sea of japan on Tuesday south korea as joint chiefs of staff said one missile had been launched from the port of senpu in the east of north korea where pyongyang usually bases its submarines it landed in the east sea also known as the sea of japan شكرا لكم على المشاهدة وإلى لقاء في درس العالم